أصدر المجلس الإسلامي السوري بياناً موجهاً إلى الفصائل العسكرية في سوريا مؤكداً أنها في حالة اختبار وابتلاء فاستطاعت التمكن في عدد من المناطق السورية وتخلصت من النظام فإما أن يستمر التمكين أو أن يكون مؤقتاً سرعان ما ينتهي المجلس الإسلامي أشار إلى أن بعض الفصائل أخلت بشروط التمكين وبلغ العدوان ذروته بتقتيل الأطفال واستحياء النساء للخدمة وملاحقة وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس معتبراً أنه إذا كانت النتيجة أن تتغير الوجوه وتتبدل الرايات والشعارات ويبقى الظلم ويتبادل الظالمون الأدوار فهذا من علائم الخذلان وأمارات الفشل وتابع المجلس أن أعظم نعمتين ينعم الله بهما على قوم هي نعمة الأمن من الخوف والإطعام من الجوع مشيراً إلى أنه لابد أن تسعى الفصائل لتحقيق هذين المطلوين للناس بقدر استطاعتهم ولا يتم لهم ذلك إلا بالعدل في الحكم والرحمة في التعامل وأردف بيان المجلس نحن نعلم جميعاً التخريب الممنهج الذي كان يمارسه النظام في تضليل عقائد الناس وتدمير أخلاقهم وكثير من أبنائنا هم ضحايا التثقيف الفاجر والإعلام الكاذب والشبه المضللة وهذا يحتاج إلى مزيداً من الدعوة والبيان والتربية الفاضلة والقدوة الصالحة وطالب المجلس الإسلامي الفصائل باتحاد جهودها العسكرية مع مؤسساتها المدنية والشرعية ومرجعياتها فإن لم يحدث ذلك فإن التفرق والتفكك الداخلية سوف يكون مصير هذه المجتمعات التي تستهدف من كل جهة وختم البيان بالتذكير بأن الظلم هو من أكبر أسباب هلاك الأمم وزوالها مطالباً بعدم ظلم النفس وظلم الغير